دشنا محافظ حضر موت مبخوض بن ماضي بهيئة مستشفى ابن سينا بالمكلة المخيم الطبي التطوعي الثاني للجراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والرقبة واطلع المحافظ على إجراءات بدء انطلاق المخيم الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من العشي من يوليو وحتى السابع والعشي من الشهر ذاته والذي سيجري خلاله التدخلات الجراحية لأكثر من ثلاثمائة مريضة بعد إجراء المعاينات لأكثر من ألف حالة تم تسجيلها منذ مطلع شهر يوليو الجاري وثمنا محافظ حضر موت بتدخلات مركز الملك سلمان في مختلف القطاعات الطبية والإنسانية مشيدة بنتائج سلسلة البعثات والمخيمات الطبية التي ينظمها المركز في حضر موت موجها بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح كافة برامج المركز